نيلي كريم الفنانة المصرية اللامعة ما كانتش حياتها مجرد سلسلة من النجاحات الفنية بس لكن كمان كانت مليانة بتجارب الحياة الشخصية اللي أثرت في شخصيتها ومسيرتها ومن بين تقلقها على خشبات المسارح وشاشات السينما والتلفزيون كانت حياتها العاطفية دايما تحت الأضواء زي موهبتها الفزة في أحدى المناسبات الفنية الكبيرة قبلت نيلي رجل الأعمال المصري هشام عشور كان اللقاء الأول بينهم مليان كلام عن الفن والمزيكة والأحلام اتبادلوا الأحاديث والأفكار وكل واحد فيهم لقى في التاني شريك يفهمه ويدعمه ما كانش الأمر مجرد إعجاب عابر لكن كان في حاجة أعمق بيتنمو بينهم رغم انشغال كل واحد في مجاله إلا إن كل واحد فيهم كان بيلاقي الوقت للاهتمام بالتاني ودعمه كانت نيلي شايفة في هشام راجل بيتمتع بالحكمة والهدوء اللي بيخليها تحس بالأمان والاستقرار أما هشام فكان معجب بموهبة نيلي وشغفها وإصرارها على النجاح بعد فترة من التعارف والموعدة قرروا يتجوزوا في حفل بسيط وأنيق حضروا الأهل والأصدقاء المقربين كان حفل الزفاف مليان بالفرح والحب وشهد على بداية فصل جديد في حياتهم نيلي المعروفة بجديتها في العمل وقت فنيها في الفن لقيت في جوازها من هشام نوع من التوازن كانت مدركة إن حياتها المهنية بتتطلب كتير من الجهد والتضحية لكنها كمان كانت مؤمنة بأهمية الحياة الشخصية والعائلية هشام كانت داعم لها في كل خطوة بيفهم متطلبات مهنتها وبيقف جنبها في اللحظات الصعبة مع مرور الوقت حياتهم بقت مليانة باللحظات الجميلة والمشتركة وكانوا بيحرسوا على قضاء الوقت مع بعض رغم انشغلهم كانوا بيسفروا ويستمتعوا بالحياة ويشاركوا في المناسبات العائلية ويعيشوا حياة مليانة بالحب والدعم المتبادل لكن زي ما بيحصل في كتير من العلاقات وجهوا تحديات ما قدروش يتغلبوا عليها في تصريح حديث أعلنت نيلي انفصالها عن هشام عشور بعد جواز دام حوالي سنتين ونص قالت نيلي إن خبر انفصالها عن هشام عشور حقيقي لكنها تحفظت عن ذكر سبب الانفصال مكتفية بقولها كل شيء اسمه نصيب قبل ساعات من إعلان انفصالها شركة نيلي حكمة عبر ستوري حسابها على الانستجرام جاء فيها يكبر الإنسان سلاسة أضعاف عمره حينما يحاول التأقلم مع حياة ليست مناسبة له وهكذا انتهت قصة حب نيلي كريم وأهشام عشور لكنها سابت أثر عميق في حياتهم وأدراكت نيلي إن الحياة بتشيل في طياتها التجارب كتير بتعلمنا وتخلينا نطغين وإن كل نهاية هي بداية جديدة وتظل نيلي كريم بفنها وقوتها مصدر إرهام للكسيرين تواصل لحلتها الفنية والشخصية بشغف وإصرار مؤمنة أن الحياة تستمر وأن الأمل دايما موجود في كل يوم جديد